شكل الاتفاق السعودي الإيراني نقطة تحولاً في سياق علاقات البلدين المتوترة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد تفضي بحسب مراقبين إلى حلول في ملفات اليمن وسوريا والعراق ولبنان وفي هذا ما جاءت به صحيفة وول ستريت جورنال حول موافقة إيران على وقف شحنات الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن نهج إيران توسعي سيكون نوعاً من الاختبار الحقيقي لنجاح الاتفاق لكنه في الوقت نفسه لن يكون كافياً لدعم اقتصاد طهران المتعثر والذي كان أحد أسباب إعاز خامني بتسريع الخطوات باتجاه التطبيع وتوقيع الاتفاق بحسب رويترز فإيران كانت تعاني بالفعل قبل توقيع الاتفاق من أزمة اقتصادية حادة فقدت عملتها على إثرها خمس قيمتها خلال الأسبوعين الأخيرين من شباط قبل أن يلوح بصيص أمل عبر اتفاق وصفه مستشار الشركات الأجنبية في طهران مصطفى بكزاد بأنه فرصة لإطلاق قليل من الأكسجين حتى لا يختنق النظام الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إنهم يريدون معرفة ما إذا كانت إيران ستتمسك بالاتفاق حتى النهائة خاصة أن وزير الخارجية السعودي في إصال بن فرحان أكد أن الاتفاق مع إيران لا يشمل ملف اليمن فحسب بل ودول منطقة والخليج العربي في إشارة إلى العراق وسوريا ولبنان ومع ترقب الأطراف المعنية والعالم تنفيذ بنود الاتفاق ترى صحيفة فانينشال تايمز أن التقارب الإيرانية مع السعودية ليس أكثر من محاولة لكسب الوقت فطهران أكثر حرصا من أي وقت مضى على إنهاء عزلتها ومنح نظامها الشرعية في الدخل إلا أن الاتفاق مع السعودية لن يجلب قبولا أو سعى لإيران أثناء دوران أجهزتها الطاردة المركزية وفقا للصحيفة نفسها ترجمة نانسي قنقر